وفين اصحباتي كديرين لبس عليكم الله يهل اغبرة طويلة سنالة على هذا القناة سمحولي يا ابنتي بزاف اللي لك عليكم بزاف سمحولي يا بزاف 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 عرف انكم باغا بزاف الوصفات ليا زيادة الوازن كل واحدة والطلبات ديالها التعليق ليا لكم كلهم سنشوفهم وكلهم سندل ليهم قلوبة سمحولي يا كان واحد الضرف العائلة كانت واحدة ابنتها الله يرحمها يا ربي وصبر ميمسها وبطاها ويعودهم ان شاء الله يا ربي خير كانت منقلة وفاة مسكنة في العائلة ومقدرش صراحة نزلتش حاجة ذاك المدة واخر كانوا فيديوهات ما قدرش ندل ليهم نهائيا المونتاج كان طلب منكم كاملين انكم ترحموا ليها في التعليق وتدعوا بمعال ام ديالها والعب ديالها بالعواض الجميل ان شاء الله الله يعوضهم الخير واللا يعدهم الصبر من شاء الله ربي قد يعوضه وبالخير لك رب الان في هذا الفيديو ان شاء الله جلبت لكم واحد الوصفة لزيادة الوزن واحد الوصفة تقدروا تحضرها كجمشروب وصفة سهلة مهلا اي واحدة فيكم تقدروا تحضرها مثل شي حاجة يعانياMA الاخوبة اوشية الخيالية بالنسبة لهذا المشروبо هذه تزيد فالوزن واحدة في Caras سقاطة والحليب لا تزيل في الوزن الله يجعلكم اتخذوا بعننا مثلا انطحنوها مع الحليب او لا اي فاكهة مع الحليب اتخذوا الوزن من شكل خطر بالخصوص في الليل هي اخر حاجات تقدروا تديروها في الليل اعد تمشي وتنعسوا بلما نطول عليكم الفيديو تتخذوا اي بيسكوية اي بيسكوية هذا الاهم المهم الذي يريد توفر فيه هو ان تكون فيه الشوكولات الشوكولات معروفة ان تكون في الوزن شكل خيالي ويكون قوة لا يكون هذا البيسكوية العادية اهنا اقتراح اخذت هذا الكوكيد هذا معروف ان تتباع في جميع المحلات نأخذ حليب الحليب كامل هذا البناس هذا هو اللي كيكون عديعنا بزر حيث كان ناخده منها سنعطيه لولدي منها سنشرف فيه حيث ولدي كما كشفو رأني قلت لكم حيث لها الرضاعة طبيعية البناس اللي باغين يعرفوا كيف اشتحيت لها الرضاعة طبيعية اه راح اضع لكم الفيديو في القناة بالنسبة للموارضي عادة اللي باغيني فاطمة ولاده وكاس جال الحليب كما قلت لكم كاس العنبه ولا كاس العصير كبير اللي بغيتوا اللي قديتوا عليك لكم اخسيار الفكرة هي انكم كشفو جسدوك تدوبوه في الحليب لكي دوتكي والحلش كل شيء عصير تقدروا الطحن وقاعي لبغيته وكتشربوه كتخلوه اخر حاجة قبل ما تمشيو كتشربوه ودبه عارفين دبه احنا دبه في الصيف انا سنشربوها كبارد كما كان خرج الحليب في اللاجه سنجيروه فيه وكنشربوه كتشربوها كشي حاجة بارده كفه في الليل وثنان ومثلا كتشكون المناسين شتروا واحد الوقت وقدروا لكم ذيك الفيقة كتشربوه شي حاجة كتخلطوها وشربوها بالخصوص لبناء الدبه اللي ان شاء الله الله يستهل لكم يا ربي في الامتحانة انا دبه هدلوقيته الامتحانة ان شاء الله سننزل لكم مره هدل الفيديو واحد الوصفة ان شاء الله جمينا بزاف تعاونكم بزاف في الامتحانات تعاونكم على التركيز انا تنس ديال البكالوري يمسك المقالي هم والو والله يوفقكم كاملين والله ينشحكم يا رب كان هذا هو الفيديو ديال مكان خفيف دريف كانت من هدل الوصفة ان شاء الله تغلدكم كاملين وتوصلوا الوزن اللي بغتولي ان شاء الله فهذا السيف نشوقوا ان شاء الله في الفيديو الجاية تعالوا ليفرسكم بزاف بزاف وما تنسوش الابنات داعوتكم مع الام ديال البنيتة اللي توفت الله يرحمها يا ربي يجعلها الطير من طيور الجنة والله يصبر من ما يمتحوا العبد يالها والله يعوضهم ان شاء الله خير السلام عليكم طه الله وفرسكم السلام اشتركوا في القناة